يعني أسئلة كثيرة يمكن وردت في خطاب سيد مقتدى الصدر أبرزها والتي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي يعني وجه السؤال فيما يخص هذه الأزمة السياسية وهو إلى متى يبقى البعير على التلي ويقصد هنا بعير الفساد والتوافقية تحية لك سيد علي وضيفيك الكرام والمشاهدين قناتكم الأكارم يعني أتصور مثل ما ذكر الدكتور عقيل أنه الخطاب كان واضح وصريح جدا وضع الثلث المعطل وليس الإطار في حزب الثلث المعطل في الصورة وعلى المحاك وأمام الشعب العراقي وشرح أمور مهمة جدا أمام الملأ ومسألة إلى متى يبقى البعير على التلي هذه واضحة أيضا أثنى عليها وفسر هذا المثل نعم أكيد الشعب العراقي إلى أين وإلى متى سوف ينتظر ويصبر على هذه المآسي وعلى هذا الفقر والجور والقهر والتعب والحرمان في حين يمتلك أغنى دولة على الأقل في المنطقة وميزانيات انفجارية ولكن للأسف منذ 2003 لحد الآن الأحوال الشعب العراقي ووضع المدن العراقية نحو الأسوأ فهذا ما جنيناه من التوافقية وعندما قال كلا وألف كلا يعني الرجل واضح وصريح لأنه يقول لك احنا 18-19 سنة مجنينا غير الفساد والمحاصصة من التوافقية خلينا نبدل خلينا نغير وين الإشكال يعني يعني إذا أربع سنوات صارت حكومة أغلبية يعني وين المشكلة ولكن أنه يعني كما أشار السيد أن المحكمة الاتحادية هي غيرت يعني المعادلة السياسية بعد تاج الانتخابات أيضا كانت واضحة من حيث يدرون أو ما يدرون من حيث متعمدين أو غير متعمدين يعني كل خطاب سماحة سيد مقتل صدر كان واضحا ووضع النقاط على الحروف ونتمنى أنه يعني كل الساسة العراقيين يفكرون في مصلحة الشعب العراقي احنا كعالم أمام أزمة غذائية أمام أزمة غذائية عالمية يعني هذه الجمهور الإسرائيل الإيرانية بها حاليا أزمة أزمة غذائية معقولة إحنا حكومتنا تريد تمشي قانون الأمن الغذائي والجماعة ضد هذا القانون ولصالح من حسا قمنا ندور أنه فيه فساد أدري مو ألف مليار رايح من ألف رقابة حدنا إذا مو أكثر من ألف